أكدت هيئة النزاهة أن أوامر القبض والاستقدام الصادرة خلال شهر تشرين الثاني الماضي صدرت بحق 226 متهما من ضمنهم وزراء ومن هم بدرجتهم ودوي درجات خاصة وقالت الهيئة في بيان إن أوامر صدرت باستقدام تسعة وزراء ومن بدرجتهم بينهم وزيران حاليان وخمسة سابقون إضافة إلى وزيرين أسبقين مضيفة إن الأوامر شملت كذلك 12 عضوا في مجلس النواب من ضمنهم عشرة أعضاء في الدورة الحالية فضلا عن وكيل وزير حالي وثلاثة وكلاء سابقين وبحسب البيان أيضا فإن الهيئة أكدت صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي وأحد عشر محافظا سابقا بالإضافة إلى شمول 32 مديرا عاما بتلك الأوامر